أنا بحييك على فكرتك لأنه مهم جداً أنه نعترف أن الأطفال النهاردة مش معزولين عن اللي بيحصل ومهم أن احنا بفهمهم لكن على قدهم على قدس أنهم فجأت لك منين لأول فكرة الكتابة؟ أولاً أنا أحد أبناء هذا الوطن العظيم المغتربين بالخارج وأنا مكر أقامتي لبنان بيروت طبعاً في كل زيارة كنت بنزل فيها مصر وكنت بكتشف حجم إنجاز ما كنتش متخيل أنه ممكن يتم تدشينه في فطرة وجيزة من الزمن زي كده طبعاً زيارات المتعددة لمصر أن أنا بنزل في العام مرتين ثلاثة خلال مرتين ثلاثة كل ما بنزل كنت بشوف إنجاز جديد بيتم على أرض الواقع بسواعد مصرية كانت بتتحدى الزمن طبعاً رصدت هذه المشروعات وكانت مبهرة بالنسبة لي كواجب وطنية وكإيمان إن أدب الطفل لما له من أهمية في غرس بزور الانتماء في أجيالنا الجاية فكان لازم أوصك هذه المشروعات بشكل بسيط جداً عشان يقدر يوصل لكل أطفالنا في كل مكان وبالفعل ابتديت الفكرة أنا طبعاً أحد يعني لي الشرف أن أنا أحد كتاب مجلة نور عرضت الفكرة بالفعل ومجرد الفكرة ما اختمرت فراس عرضتها على مجلس الإدارة على الدكتورة نوها عباس قلت لها نعايزين نعمل للأطفال نوصى كل المشروعات القومية فرحابت فعلاً وبالفعل ابتدى التنصيق بينه وبين الأزهر على مدار يمكن الكتاب ده أخذ مننا في حدود عام عام كامل عشان نقدر نوصك هذه المعلومات إلى جانب أن توصيق المعلومات نفسه كان صعب يعني أنا أنت كان لازم ترجع إلى الجهات المختصة لما أتكلم مثلاً عن العاصمة الإدارية الجديدة كان لازم أرجع للقائمين المشروع وقدر أخذ منهم المعلومات الصحية فأضطرت أن أنا مش أضطرت يعني أنا سعيد جداً أن كل الجهات وقفت معي وساعدتني وعطتني المعطيات وعطتني الأرقام وعطتني المؤشرات أن أقدر أسيق هذا العمل اللي أنا بقدمه لكل أطفال الجمهورية الجديدة لأن أنا شايف كمان أن لابد أن يتواكب مع الإنجازات العظيمة اللي بيقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان أننا ما يحتاجين أن نعمل تغيير في بنية أدب الطفل بمعنى أننا اعتمدنا على وقت طويل جداً أن الطفل أننا بنستخفى بعقله بنقدم له حكايات خرافية بنقدم له حكايات مضطرة يعني ما فيش تجديد لم يتم التجديد في أدب الطفل ولذلك أنا ابتدت المشروع ده وبدعو كل زملائي وأصدقاء كتاب أدب الأطفال أنهم يقفوا معي في هذا المشروع وأن بالفعل أن الأطفال محتاجين معلومات زيادة تحسهم على الانتماء والتجدر بهذه الأرض العظيمة لأن هم دولة جنود المستقبل هم دولة السواعد الغد المصر مهم يعود الجملة دي أن نزرع فيهم الانتماء من فن صغير جداً ترجمة نانسي قنقر